اهلا بكم الى الاخبار من الميادين وفي عناوينها القسام تتبنى عملية حوارة واهتمام اسرائيلي بمقابلة العرور مع الميادين وسط قلق من تهديده بالحرب الشاملة للأسبوع الرابع والثلاثين واحد وتسعون الف مستوطن يتظاهرون ضد حكومة نتنياه الرئيس البرازيلي يدعو الى زيادة اعضاء مجلس الامن ويصف ما حصل في قمة بريكس بالخطوة المهمة تظاهرات داعمة للمجلس العسكري في نيامي ورئيس اركان النيجر يضع قوات الجيش في حال تأهب قصوى رئيس حزب فرنسا غير الخاضع يرحب بطرح الاشتراكية سيغولين رويال لترأس لائحة مشتركة لليسار في الانتخابات الأوروبية لبنان يودع ناشر جريدة السفير اللبنانية طلال سلمان أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية تبنيها بشكل رسمي عملية حوارة الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة والتي قتل فيها مستوطنان القسام نشرت عبر حسابها في تليجرام صورة كتب عليها جهادنا مستمر وعملياتنا لن تتوقف وتشيره إلى تبني عملية حوارة الأخيرة بجانب صورة عملية حوارة في السادس والعشرين من شهر شباط فبراير الماضي الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أكدان كتائب القسام في قلب المعركة في الضفة الغربية وفي حديث إلى إذاعة صوت الأقصى تعليقا على تبني القسام عملية حوارة قال قاسم أن حماس ترفع مستوى التحدي مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدد ويتوعد كما أشار إلى أن المقاومة أصبحت أكثر حضورا وقوة لإقاع الخسائر في صفوف العدو تبني القسام عملية حوارة حظية باهتمام الإعلام الإسرائيلي خصوصا أنه جاء غدا تهديدات نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري في مقابلته مع الميادين القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية نقلت عن المسؤول في حماس قوله أن تهديدات إسرائيل لا تخيفنا وتحذيره من أنها انعادت إلى سياسة الاختيالات فستواجه حربا شاملة في الشرق الأوسط حماس تعلن مسؤوليتها عن الهجوم في حوارة وهي في الواقع تلمح إلى أنها ذاهبة نحو الاهتمام والعمل وبدل الجهود أكثر لتوجيه الإرهاب في يهود والسامرة هذه نيات حماس موجه الإرهاب صالح العروري وهو مسؤول كبير في حماس يقيم في بيروت يدير من هناك الأموال ويوجه نشطاء وغيرهم من أجل تجنيد وحث فلسطينيين أكثر لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين وهو نفسه يقول إن إسرائيل إذا عادت لسياسة الاختيالات لتقتاله مع آخرين فأنها ستواجه حربا شاملة في الشرق الأوسط سيشارك فيها حزب الله وغزة صحيفة يدعو تحرانوت تعلقت قائلة إن مسؤول حماس الذي يمسك الخيوط في الضفة الغربية صالح العروري هدد بأن الاختيالات ستؤدي إلى حرب إقليمية ووصفت تصريحه في حواره مع الميادين بالقاسي مرجحة أن يكون سببه الحديث عن احتمال اغتياله وأضافت أنه بحسب مصادر أمنية فإن إسرائيل مهتمة باغتياله منذ فترة لكونه يحاول قيادة الانتفاضة في الضفة الغربية من جانبها القناة الثانية عشرة الإسرائيلية وبلسان معلقها للشؤون الفلسطينية تحدثت عن التحذيرات من جانب المقاومة لا سيما ما قاله العروري حماس في الأيام الأربعة الأخيرة منشغلة في أمر واحد في محاولة لفهم اجتماع الكابينت ونواي دولة إسرائيل حيال حماس بما في ذلك تحذيرات من كل الاتجاهات ومن غالبية مسؤولي المنظمة من استئناف سياسة الارتيلات وتحديدا في قطاع غزة وبالطبع حماس في الخارج اليوم سمعنا تحذيرات من هذا النوع بما فيها تهديد بحرب شاملة على كل الجبهات إذا قامت إسرائيل بذلك انتبهوا إلى الربط المهم حول الأزمة الداخلية في إسرائيل الذي قام به الهدف الأول في حماس صالح العروري تعالوا نسمع كلامه صالح العروري بوينيش ما تتفظيم الآن كل الكياد السياسي بعضهم لم يخدم حتى في الجيش خدمة عسكرية حتى خدمة لم يخدم معنا من رامالله الخبير بالشؤون العسكرية والأمنية اللواء واصف عريقات مرحبا بك معنا سيد عريقات بداية نسأل هل بهذا تكون قد انتقلت المواجهة في الضفة الغربية إلى مرحلة جديدة بسأل خير أخي محمد لك والمشاهدين والمستمعين كافة يعني بالتأكيد المواجهة مستمرة والمقاومة مستمرة والمقاومة تجمع الشعب الفلسطيني إسرائيل تحاول قدر الامكان أن تجزع الشعب الفلسطيني أن تبعد وحدة الساحات أن تبعد وحدة الميدان أن تبعد وحدة الموقف الفلسطيني ولكن كل هذا ذهب حباء منصورة كما يقال لأنه فشلت إسرائيل في كل ذلك والإعلان عن العمليات والمقاومة وصلابة الموقف الفلسطيني بالتأكيد هو جزء من الحرب الشاملة التي تقودها إسرائيل ضد الفلسطينيين يجزء من الحرب الإعلامية يجزء من الحرب النفسية فبالتالي التهديدات التي يمارسها نتنياهو والثلاثي معه سواء كان بن جفير واسموترش لا تخيف الفلسطينيين وهذا رد طبيعي من قبل الفلسطينيين على كل هذه التهديدات التي لا تخيف أحدا حقيقة فبالتالي نحن الآن في موقف ربما يكون السقف الفلسطيني أعلى بكثير من السقف الإسرائيلي اليوم الأسبوع الأربعة وثلاثين في المظاهرات في الداخل الإسرائيلي الداخل الإسرائيلي مفكك الداخل الإسرائيلي يحاول تصدير أزماته عبر العمل العسكرية عبر فك الوحدة ما بين الفلسطينيين سواء كان في قطاع غزة أو في الضفة الغربية وبين فصائل المقاومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وكل ذلك لم ينجح لم ينجح بدليل 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 أنه لبرمن اليوم شن هجوما على نتنياهو وطلب منه أن يترك القيادة يعني لبرمن عارف تماما الوضع الإسرائيلي الداخلي ويعرف تماما قدرات المقاومة الفلسطينية التي تتحدى إسرائيل وتحدى تهديداتها كل يوم ويعني حتى قضية تبني القسام لعملية حوارة ولأهمية هذه العملية خصوصا على المستوى الاستراتيجي كيف ستعاطى الاحتلال الإسرائيلي مع هذا التبني مع العمليات المقبلة ربما أخي محمد يعني بتواضع أقول إسرائيل فشلت في كل خططها في كل سيناريوهاتها في كل محاولاتها منع تطور المقاومة الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية فلذلك هي تتخبط لا يوجد لديها الآن استراتيجيات جديدة هي استنفذت كل الاستراتيجيات استنفذت كل الخطط التكتيكية هي تكرر نفسها تكرر أخطاءها تكرر فشلها فلذلك هي تحاول أن تجتر الإشاعات والحرب النفسية والدعائية وتحاول أن تجد شرخا بين المقاومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية أو بين فصائل منظمة التعرير وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى فبالتالي هذا كله نحن ندركه كفلسطينيين وعلى الساحة أن الضعف الإسرائيلي لن يصدر إلى الساحة الفلسطينية الساحة الفلسطينية الآن نضجت لديها من الدروس والعبر ما يكفي لمواجهة المخططات الصهيونية والإسرائيلية والتي يتحدثون عنها يوميا بالمناسبة أخي محمد يعني الإعلان وتبني العمليات ليس جديدا يعني فصائل المقاومة كلها تبنت عمليات وهذا تعزيز للعمليات الفردية تعزيز لمعنويات الشعب الفلسطيني تأكيد على وحدة الساحات تأكيد على قوة وتحدي وعنفوان عند المقاومة الفلسطينية وعند الشعب الفلسطيني ومرت بثلث مراحل المرحلة الأولى كانت المباركة للعمليات المرحلة الثانية تبني أشخاصها ومنفذيها المرحلة الثالثة تبني العمليات تبني العمليات وهذا طبعا جزء من خطط عسكرية وتوقيتات معركة يعني يؤثر ويضرب معنويات القيادة السياسية ويضرب معنويات الجبهة الداخلية وخاصة الأجهزة الأمنية والاستخبارية حينما تنفذ عمليات فردية ناجحة نوعية تتبناها فصائل المقاومة فتصبح عمليات منظمة فصائلية تعطيها مزيدا من الدفع ومزيدا من القوة وخصوصا عملية حوارة التي حصلت قبل أسبوع أستاذ واصف هي على المستوى الاستراتيجي كانت عملية مختلفة على المستوطنين كانت هي الأخطر بعد أسبوع تعلن القسام المسؤولية عن هذه العملية هل ذلك يعزز ما وصفته بالفشل الاستراتيجي للاحتلال الإسرائيلي في الضفة بالتأكيد المتابع للمحللين والباحثين الإسرائيليين كل يوم يتهمون القيادة السياسية والأمنية والعسكرية بأنها مقصرة يعني المستوطنين كل يوم يتحدثون عن شعورهم بالقلق بالرعب من العمليات سواء كانت فردية أو فصائلية هناك عدم ثقة بالجيش الإسرائيلي من الشارع الإسرائيلي هناك أيضا اتهام من القيادة السياسية وخاصة نتنياو للجيش الإسرائيلي بأنه أيضا لديه توجهات حزبية وهناك تدخل في المجال السياسي يعني بمعنى أن هذا الجيش ربما سيقود إلى عملية عسكرية يطيح بالنظام ويدعم حزبا آخر غير نتنياو فبالتالي الوضع الإسرائيلي مربك يعيشون في حالة قلق ويعرفون تماما أن الموقف الفلسطيني الآن يتنامى والمقاومة الفلسطينية تنتشر جغرافيا وتتوسع وعملياتها تزداد وهناك أيضا ما يقلقهم أكثر بأن تطور هذه المقاومة ذهب باتجاه التصنيع التصنيع السلاح صحيح أنه إمكانيات متواضعة وقليلة جدا ولكنها تربك الحسابات الإسرائيلية طيب أستاذ واصف بيد الاحتلال الإسرائيلي كانت ورقة يعتبرها رابحة وهي قضية التصفي أو الاختيالات للقيادات أو بعض القيادات ويوم أمس كلام السيد العروري على الميادين اهتم به الإعلام الإسرائيلي كثيرا وما ذكرناه قبل قليل نقلا عن يدعوة حرانوت ووسائل إعلامية أخرى بأنه هذه الاختيالات يمكن أن تؤدي إلى حرب قليمية كيف تعلق على خطورة هذا الموضوع؟ يعني أولا الشهادة بالنسبة للفلسطينيين هي منحة ربانية حقيقة وعطاء رباني يصطفي منكم الشهداء وطبعا كلما سقط شهيد تنادى بدلا من المئات بل الآلاف وقالها الأخ حصان على فضائيتكم فبالتالي عناصر تفجير المعركة أو الحرب الواسعة بيننا وبين إسرائيل كثيرة ومتوقع في أي لحظة من اللحظات اغتيال قائد ممكن أن يفجر عملية نوعية فدائية بطولية تكون ناجحة بإيقاع خسائر كبيرة في صفوف الداخل الإسرائيلي الاعتداء على المسجد الأقصى والمقدسات اعتداء المستوطنين الذين يعتدون على مئات القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية فبالتالي في كل لحظة متوقع أن نسمع عنصرا تفجيريا بيننا وبين إسرائيل وإسرائيل تدرك ذلك جيدا ولكن حسابات إسرائيل الآن يعني لاعظ أخي العزيز حملوا مسؤولية معالجة الموقف الميداني الآن لرئيس الوزراء نتنياهو ولوزير حربه قلنت أين قلنت؟ قلنت ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومنع من مقابلة وزير الدفاع الأمريكي ومنع من مقابلة أي وزير أو أي مسؤول أمريكي في أثناء زيارته فبالتالي هذا إنعكاس إنعكاس موقف أزيل في الداخل الإسرائيلي فبالتالي هم يخشون الآن يخشون من أن يبدأ الفلسطينيون أو من تصعيد الفلسطينيين في مواجهتهم أكثر مما هم قادرون على تنفيذه شكرا جزيلا لك اللواء واصف عريقات الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية حدثتنا من رام الله للأسبوع الرابع والثلاثين على التوالي خرجت تظاهرات لآلاف الإسرائيليين ضد حكومة بن يمين نتنياهو الكبرى انطلقت في تل أبيب من ساحة بيمة باتجاه الشارع كابلا كما شهدت حيفا والقدس ومناطق أخرى احتجاجات واسعة وأغلق محتجون الشوارع الرابطة بينها رفضا لمشروع ما يسمى بالتعديلات القضائية أطلقت وزارة الأشغال العامة في لبنان ورشة تعبيد لطريق بركة بعثائي الأسماقة في تلاي كفرشوبة بمحاذاة الشريط الحدودي الأعمال انطلقت وسط انتشار مكثف للجيش اللبناني وقوات اليونيفل في مقابل استنفار لقوات الاحتلال الإسرائيلي الذي استقدم دباباته وآلياته وجنوده أعطى وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمي إشارة انطلاق مشروع تعبيد طريق البداية التي تصل تلال كفرشوبة المحررة بالبلدة طريق تجسد معادلات ردع وصمود على مسافة صفر من الأسلاك الشائكة التي تفصل التلال المحررة عن تلك التي لا تزال تحت الاحتلال هنا في المكان الذي حاول جيش الاحتلال تغيير معالمه بالتجريف في حزران يونيو الفائت كان اللقاء الأول في نوعه لتثبيت لبنانية هذه المنطقة من دون خوف ولا تردد من الأهالي على الرغم من استنفار جنود الاحتلال واستقدام دبابة مركبة لتخوفهم وإبعادهم عن أرضهم هذا الطريق اسمه طريق البداية هو البداية مش النهاية النهاية نحن اللي بنحددها بزن رب العالمين نشن اللي بيحددوها هذا الطريق حيكل القرى اللي هوني بدأت تجي تعمل حوال الطريق بالتالي حنوصل بالعمران للحدود اللبنانية مع فلسطين المحتل حجدوا من أهالي كفرشوبة حضروا لترسيخ الانتماء إلى هذه الأرض بمشاركة السياسيين ورجال دين اللي أراد من هذه الطريق اللي شأه من خمسين سنة إنها تكون طريق للتوشع وللاستيطان وطريق للعدوان فإذا بنا نحولها إلى طريق للتنمية وطريق للتحرير نتطلع إلى أن نكمل المسيرة إلى تحرير كامل المزارع الشبع ومن ثم إلى فلسطين العزيزة والحبيبة الشيء بخلينا نثبت حضورنا بهالمنطقة ونؤهب وجه العدو الغاشم الصهيوني اللي عم بيحتل ومازال عم بيحتل هالأرض ومن نائبي هذه المنطقة تجديد على معادلات قوة لبنان بداية لمرحلة جديدة للإنماء المطلوب والذي لا بد من أن يكون متكاملاً مع التحرير الذي حصل الدباب الإسرائيلي لورانا هذه حركات لم تعد فنطلع على أحد إرادة أهلنا أكبر وإرادة المقاومة أكبر هم المهزومون ونحن المنتصرون مع إطلاق مشروع تعبيد هذه الطريق تتواصل صفحات التصدي لكل محاولة لسلخ هذه الأرض عن أصحابها هي طريق البداية هكذا كانت التسمية لطريق تصل تلال كفرشوبة المحررة بالبلدة أما النهاية فستكون ترجمة لمعادلات أرستها المقاومة منذ سنوات وهي ماضية في تطويرها عباس صباغ من تلال كفرشوبة المحررة في جنوب لبنان الميادين وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية قال عبر المشهدية من الميادين أن ورشة تعبيد طريق بركة بعثائي الأسماقة في تلال كفرشوبة هي أول مدماك رسمي في تلك الأرض التي تعمد الاحتلال تغييب عمل الدولة اللبنانية عنها وأكد حمية أن واجبنا هو إكمال طريق المقاومة لعم نقوله نحن للقاسي والدان بمعزل عما يحصل في نيويورك وخارج نيويورك وداخل نيويورك واللي بدك يهن نحن عم نقوله نحن بالنسبة لأنه لن نسأل أي أحد أي أحد كائنا من كان على أي شبر في الأراضي اللبنانية في عملية التنمية أو وجود الدولة اللبنانية على آخر شبر من أراضيها وبالتالي هذا الموضوع ما بده تفسير واضح الأمر الإضافي أنت المشهد اليوم هي مقاربة كبيرة نحن من عشرات السنوات كان العدو الإسرائيلي فوق سماء بيروت فوق سماء البقاع فوق سماء جبل لبنان وينما كان كان يسرح ويمرح مثل ما بده بعد اللي صار اليوم ما عدت تشوفي هيدا أضفي لذلك من سنوات كنت تشوفي العدو الإسرائيلي وقف على الحدود ونحن اللي بعاد اليوم لا بـ 26 آب 2023 نحن الواقفين على ما يسمى الحدود والعدو الإسرائيلي هو البعيد استشهد وجرح عدد من الجنود السوريين اليوم السبت خلال تصدي الجيش لهجوم نفذه مسلح أنصار التوحيد الموالي لتنظيم القاعدة على محور بلدة الملاجأة في جبل الزاوية جنوب إدلب حيث عمد المسلحون قبيل الهجوم إلى تفجير نفق تحت البلدة المسلحون شنوا أيضا هجوما على بلدة الفطيرة بالتزامن مع هجوم آخر لحركة أحرار الشام على محور بلدة حزارين جنوب إدلب مراسلة الميادين أكدت تراجع المسلحين على محاور الاشتباك بعد ضربات الجيش السوري على خطوط إمدادهم في الفطيرة تستمر التظاهرات في السويداء لليوم السادس احتجاجا على ترد الأوضاع المعيشية مع ظهور دعوات إلى ضرورة عدم الخروج عن المطالب المحقة وتسيس التظاهرات ديما نصيف والتفاصيل الموقف الرسمي من أحداث السويداء حتى اليوم جاء في بيان محافظ السويداء لينفي ما تردد عن تهديده باستخدام العنف ضد المتظاهرين إن لم يوقفوا تظاهراتهم أما حكوميا فتبدو أحداث السويداء وتظاهراتها حالة مكررة تتعامل الحكومة السورية معها تبعا لتطور الموقفين الميداني والأمني عمل أجهزة الدولة الخدمية والأمنية برز في الأوينة الأخيرة لضبط إيقاع الشارع المعترض عند حافة المطالب المعيشية وعزل كل من يريد أن يحيد عن المطالب الأساسية للحراك التي أشعلها رفض القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة السورية وإذا كان هناك من يريد إعادة المشهد في الشكل والشعارات إلى المربع الأولي والصورة الأولى التي أشعلت شرارة الحرب على سوريا هناك في المقابل من يدعو إلى عكس ذلك زعيم الطائفة الروحي حكمة الهجري أيد المتظاهرين منذ اللحظة الأولى لكنه دعاهم إلى ضرورة الالتزام بالمطالب المحقة وعدم الخروج عن الخطوط الوطنية محذرا من دخول أشخاص يحاولون حرف وجهة هذه المطالب لم تكتمل الصورة في السويداء بعد ولا تبدو مواقف أبنائها ومشايخها إذا ما يحدث موحدة هذا ما تؤشر إليه البيانات اليومية الصادرة من أطراف مختلفة وإذا كانت الدولة السورية ترفي الحناجر المعترضة تعبيرا عن رفض السياسات الاقتصادية الأخيرة فهي ترفي المقابل أن هذه السياسات والقرارات ضمانة وحيدة لقدرة الدولة على تأمين مستلزمات المعيشة في ظل استنزاف مواردها بسبب الحرب والحصار والعقوبات ومن باب العدالة في توزيع هذه الموارد على مختلف المناطق السورية هي ليست المرة الأولى التي تشهد فيها السويداء تظاهرات على خلفية ترد الوضع المعيشي وليست المرة الأولى التي يتم فيها الرهان على هذه التظاهرات من قبل أطراف محددة لتعزيز مشاريع انفصالية أو أجندات خارجية يبدو أنه لا حاضنة شعبية لها ولا مرجعية دينية أو سياسية تغطيها ديماناصيف ديماشق الميادين أجرى الأسطول الشمالي الروسي تدريبات على منع مرور السفن غير الحاصلة على تصريحة والسفن الأجنبية في بحر برنت وذكرت وكالة انترفاكس أن التدريبات بدأت في العاشر من الشهر الحالي من دون الإشارة إلى موعد انتهائها مشيرة إلى أن الأسطول يعتزم إجراء مزيد من التدريبات للدفاع عن المناطق الروسية في القطب الشمالي أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رزد عشرين طائرة عسكرية صينية تدخل منطقة الدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة في الساعات الأربع والعشرين الماضية الوزارة أكدت أن الطائرات ومنها مقاتلات وطائرات مسيرة عبرت خط الوسط لمضيق تايوان الذي كان في السابق حاجزا غير رسمي بين تايوان والصين ولكن الطائرة الصينية دأبت في عبوره خلال العام الماضي بحسب الوزارة دع الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دي سيلفا إلى زيادة عدد الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي زيارة لانجولا قال لولا دي سيلفا أن ما جرى في اجتماع منظمة بريكس الأخير خطوة مهمة ما حدث في جنوب أفريقيا عزز مجموعة البريكس خصوصا مع قرار إنشاء لجنة من مزراء الاقتصاد لمناقشة إمكانية وجود عملة تجارية مشتركة بين أعضاء البريكس كان مهما وبحثنا عن موافقة الدول التي يجزء من البريكس حتى نتمكن من المساعدة وفرض التغيير في مجلس الأمن التابعي للأمم المتحدة نددت صنعاء بإعلان برنامج الأغذية العالمي في اليمن خفض المساعدات الإنسانية وما سيخلفه هذا التقليص من نتائج كارثية على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات لتوفير حاجاتهم اليومية للبقاء على قيد الحياة أحمد زبيبة انخفاض كبير لأنشطة برنامج الأغذية العالمي في اليمن عبر إعلان البرنامج خطوات عملية لخفض حصص المساعدات الإنسانية لليمنيين بحجة حدوث أزمة تمويلية حادة قرار سيؤثر على نحو ثلاثة ملايين شخص في مناطق حكومة صنعاء أما في المحافظات اليمنية الجنوبية فسيؤثر على نحو مليون وأربعمائة ألف مواطن الخطوات التي يعزم برنامج الغذاء العالمي القيام بها من خلال تخفيض المساعدات ستكون لها نتائج كارثية على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على هذه المساعدات قد تكون هذه المساعدات يسيرة لكنها توفر ولو جزء من احتياجاتهم الضروري واليومية بالإضافة إلى أن هناك تبعات كبيرة وأخرى أولا أن مثل هذه التصريحات هي لا تتسق مع طبيعة المخاوف التي تعلنها الأمم المتحدة بأن هناك قوع في اليمن لا مبررات حقيقية كما يقول مراقبون لخفض المساعدات الإنسانية لليمنيين بالرغم من تواصل المنح والمساعدات الدولية فدائرة الفقر التساعد في اليمن رغم التهدئة المعلنة ما يؤكد استمرار المحاولات لخلط الجانب السياسي بالإنساني ورفع سقف الضغوط والتضييق على صنعاء مناشد أولا برفع الحصار وإذا رفع الحصار عن اليمن أعتقد لسنا بحاجة إلى منظمة الإقدار العالمي ولكن هذا هو يعتبر عن سياسة الأمر الواقع مزيد من الضغط مزيد من التضييق حتى يخضع الشعب اليمنى لمطالبهم وضغطهم الخارجي ومطالبهم الذي تخلط العمل السياسي بالعمل الإنساني برنامج الأغذية العالمي عمل على خفض أنشطة الوقاية من سوء التغذية في اليمن والتي كانت تستهدف سابقا أكثر من مليون شخص وتقليص نطاق وحجم أنشطة برنامج تعزيز القدرة على الصمود وسبل المعيشة إلى حد كبير بسبب محدودية التمويل خفض المساعدات الإنسانية الدولية سيشكل أزمة إنسانية كارثية لليمنيين الذين يعتمدون عليها بشكل منتظم في معظم المحافظات اليمنية وسيؤدي إلى اتساع دائرة المجاعة التي تتحمل تبعاتها الأمم المتحدة يقول مراقبون أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين كشفت وكالة أنباء العالم العربي أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أطلق مشاورات مع قادة سياسيين وعسكريين لتشكيل حكومة طوارئ في بورد سودان شمال شرق البلاد بالتزامن مع جولة ميدانية هي الأولى له منذ بدء الاقتتال في البلاد أجراها البرهان في أمدرمان وعطبرة وبورد سودان قبيل بدء جولته الخارجية هو الظهور الأول لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خارج مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم منذ بدء الاقتتال في البلاد قبل أربعة أشهر الجولة الميدانية التي أجراها البرهان شملت مدينة أمدرمان غربي العاصمة ومدينة عطبرة في ولاية نهر النيل وصولا إلى بورد سودان مركز ولاية البحر الأحمر التي تفقد فيها مواقع للجيش حراك البرهان ورسائله يبدو أنها لا تنحصر في الداخل السوداني فالرجل الذي يقود مجلس السيادة سيجري جولة خارجية تشمل مصر والسعودية بحسب مواقع سودانية وعلى خط موازن كشفت وكالة أنباء العالم العربي أن البرهان أجرى مشاورات مع قادة سياسيين وعسكريين لتأليف حكومة طوارئ في بورد سودان الوكالة أشارت كذلك إلى احتمال تولي وزير المالية الحالي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم رئاسة مجلس الوزراء لكن حكومة تسير شؤون البلاد من مدينة بورد سودان ينظر إليها كثيرون بعين الريبة المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير ياسر عرمان حذر في منشور عبر منصة من أنها تضر بوحدة السودان وتؤدي إلى إطالة أمد الحرب والأخطر أنها تشكل ترجمة لنظرية دولة البحر والنهر نظرية خرجت إلى التداول الإعلامي قبل أكثر من عام تؤسس لفكرة الانفصال بإقامة دولة جديدة في السودان ووسطه وشرقه بعد فصل إقليم دارفور ومناطق متفرقة من أطراف السودان واعتبار مناطق شمال ووسط وشرق السودان في دولة واحدة فهل يتوسع الواقع الذي يفرضه الاحتراب المتواصل ويتخذ بعدا إثنيا وقبليا؟ ملفات أخرى بعد الفاصل ابقوا معنا من جديد أهلا بكم أعلن رئيس الأركان العسكري في النيجر موسى سلاو بارمو وضع القوات المسلحة في البلاد في حال تأهب قصوى وأوضح بارمو أن القرار تخذ على خلفية التهديدات الملموسة على نحو المتزايد بالعدوان على البلاد وذلك لتجنب المفاجأة العامة ولضمان الرد الملائم في غضون ذلك تجمع آلاف الأشخاص في نيامي لدعم المجلس العسكري وقراراته بشأن طرد السفير الفرنسي من البلاد وراء هذه الاحتفالات التي تعم العاصمة النيجرية نيامي ابتهاجا بعزل الرئيس محمد بازوم من قبل المجلس العسكري ثم تتوتر أمني آخذ بالتصاعد تطور مع أعلان الجيش النيجري حالة استنفار قصوى داخل أجهزته لضمان الرد المناسب على خلفية التهديدات المتزايدة بالتدخل العسكري بحسب ما قال رئيس الأركان يأتي ذلك بعد إصدار المجلس العسكري قرارا بطرد السفير الفرنسي من البلاد خطوة دفعت إلى اجتداد المواجهة بين المجلس وفرنسا فباريس رفضت القرار معتبرة أن المجلس لا يملك صلاحية تقديم هذا الطلب وأن السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة وحدها مخولة بذلك بحسب ما عبرت وزارة الخارجية الفرنسية غير أن ذلك لم يغير في موقف المجلس العسكري الذي أمهل السفير الفرنسي 48 ساعة للمغادرة مواجهة تضع البلاد أمام احتمالات سيئة أولها التدخل العسكري الذي ما برحت مجموعة إيكواس تلوح به بدعم واضح وصريح من باريس التي تواجه مجدداً فقدان مستعمرة سابقة لها في أفريقيا باريس كانت هددت بالرد بشكل قوي إذا تعرضت مصالحها للخطر وكشفت الإذاعة الجزائرية في وقت سابق أن الجزائر رفضت طلباً فرنسياً بفتح أجوائها للقيام بهجوم عسكري محتمل على النيجر حتى الآن يبدو الخيار الدبلوماسي قائماً وتقوده الجزائر التي تتحرك في محاولة لاحتواء الأزمة تجنباً للأثار الكارثية على المنطقة الأفريقية الغارقة أصلاً بأزمات إنسانية وصحية وأمنية وطلق الجزائر دعماً إيطالياً صريحاً في مسعاه الدبلوماسي نرحب بالأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور علي أبو بكر معنا من نيامي مرحباً بك دكتور علي يعني يبدو أنه الأمور تأخذ منحاً تصاعدياً خصوصاً بعد قرار المجلس العسكري في النيجر طرد السفير الفرنسي ورفض فرنسا ذلك وأيضاً وضع القوات المسلحة في حال تأهب قصوى هل يتوقع المجلس العسكري في النيجر تدخل عسكري قريب الذي يبدو أن هذا تدخل غير وارد وإن كان هناك تدخل أسكري سيشعب لأن الحضور كما تعرفون بين النيجر ومالي وكذلك بوكنافاس والجزائر هذه هي أبرز الأماكن التي يمكن أن يتدخل فيها فرنسا إذا تدخل تدخل أما فيما يتألك بالإقواس يسعب جداً لأن أول شيء شعبهم ليست معهم أصلاً وكذلك حتى البرلمان ليست معهم فقط يبدو أن الرؤساء الرؤساء والحكومات هي التي تضغط على الشعب تضغط على الجيش حتى تتدخل فهذه المعنويات الغير المرتفئة هي التي تساعد على أدمي التدخل وإن كان هناك تدخل لا أظن أنها ستنجح فيما تألك بالجانب البر والجو أيضاً غير وارد ولذلك أنا أرى أن الحل الأمسل هو الحل السياسي والحوار هذا هو الذي يسائل على حل هذه الأزمة أما التدخل الأسكري ما أظن أنها ستجد وكما تعرفون أن فرنسا حاولت ذلك عن تنجح الجزائر ولكن بذلك رفضت ذلك لأنها تعرف أنها تتدخل حتى إذا كان لا يكون في صالح المجتمع النجل وكذلك الجوال كلهم سيتضررون بهذا التدخل الأسكري في البلد نعم طيب دكتور علي الحل السياسي مع من إذا كانت إكواس لديها الخيار العسكري وليست لديها يعني ما تقدمه للنيجر كحلول سياسية يبقى من تتحاور معه أو يتحاور معه المجلس العسكري سياسياً في سبيل الوصول لحل سياسي بعيداً عن الحل العسكري نفس الإكواس نفس الإكواس يبدو أن هناك نقاط التي لم يتفقوا عليها فلو حصل هناك تنازلات من إكواس نفسها ومن الجيش سيكون هناك حل عسكري كما نعلم بذلك الجزائر وبعدها الدول لا أنا لا أقصد هنا إكواس أقصد هنا فرنسا تحديداً لأنه الفجوة تسعد فرنسا تقول المجلس العسكري في النيجر لا يمتلك الأهلية حتى يطلب من السفير الفرنسي مغادرة نياح هذا ليس بصحي هذا الكلام الذي قاله فرنسا ليس بصحي لأن نفس المشكلة التي حصلت في مالي لنا لاحظنا في مالي وكذلك في بركنافاس ونفس الشيء نفس الجيش الذي حصل لهم انقلاب الذين انقلبوا على الحكومة هم الذين طلبوا من الفرنسا أن تقادل وغادرت إذن ما الفرق بين مالي ومعركنافاس والنيجر كلها سوا وذلك هذا فقط كلام لأنها ترى أن مصالحها هي التي قد تفصل وذلك تسمم وتتجاهل هذا الأمر تتجاوز المجلس العسكري ولكن يبدو أن هذا لن ينجح فيها مهما كان سيغادرون لأن الشعب نفسها هي التي لا ترجعها وإذا لاحظتم اليوم كان هناك تجمع كبير جدا في المعسكر الفرنسي هناك من الشعب وصلوا هناك وقاموا بأدئ ضدهم وهذا يدل على أن الشعب نفسها هي التي قامت ضد فرنسا فالشعب إذا حاولت إذا جاعدت يبدو أنها ستنجح في مهمتها بإذن الله دكتور علي نسألك خصوصا وهناك تظاهرات في نيامي داعمة للمجلس العسكري ورافضة للوجود العسكري الفرنسي وهذه يعني تابعناها خلال المدة الماضية في حال شنت فرنسا هجوم على النيجر فعليا ماذا يمكن أن تكسب وماذا يمكن أن تخسر كيف يمكن أن تقول الأوضاع ستخسر كل شيء لأن حتى نفعل أنها قامت بحرب على النيجر وإذا نجحت تتعامل مع من لأن الشعب كلها يبدو أن حكومة وشعب حتى الذين هم جدا عن حكومة بعضهم كلهم جدا فرنسا حتى إذا حاولت وتدخل الأسكرية لا أظن أنها ستنجح لأن الشعب هي التي قامت الآن ماذا أن الشعب ضد فرنسا حتى إذا جاءت وحاربت النيجر لا يمكن أن يقاوم شعب بكامله وذلك محما كان ماذا الشعب هم الذين وقفوا ضد فرنسا لا أظن أن ستحسر كما خسرت في مالي وكذلك شكرا جزيلا لك دكتور علي أبو بكر الأكاديمي والمحل السياسي كنت معنا من نيامي في جابون أعلنت الحكومة حظرا للتجوال وعلقت استخدام الإنترنت لدى إغلاق مكاتب الاقتراع في إطار الانتخابات الرئاسية والتشريعية السلطات عزت القرار إلى الحؤول دون انتشار الأخبار الكاذبة والدعوات إلى العنف وأعلنت أن هذه الإجراءات بعد ساعات قليلة من تنديد مرشح المعارضة الرئيسي البير أوندو أوسا بما وصفه بتزوير مدبر من قبل معسكر الرئيس علي بونغو أوندينبا إدراكا منها لمخاطر المعلومات الكاذمة والتلاعب على هذه المنصات قررت حكومة جمهورية الجابون تعليق الوصول إلى الانترنت في جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر ومن أجل منع أي تجاوزات والحفاظ على أمن جميع السكان جرى فرض حظر التجوال على مستوى البلاد وسيسر اعتبارا من يوم الأحد حتى إشعار آخر أكد أكد رئيس حزب فرنسا غير الخاضع جان لوك ميلانشون أنه يوافق على مبادرة سيغولين رويال لتوحيد أحزاب اليسار في الانتخابات الأوروبية المقبلة تظهر سيغولين رويال الجرأة والشجاعة وهي تعلم جيدا أنها لن تتلقى الثناء فحسب بل وأيد مبادرتها ومساهمتها في المعركة من أجل الاتحاد الأوروبي وكانت رويال طرحت مبادرة لترأس لائحة موحدة لليسار لخوض الانتخابات الأوروبية في مواجهة تهديد اليمين المتطرف لقد عملنا وفكرنا واتخذنا هذه المبادرة مع تدهور العلاقات مع أحزاب اليسار هذا الصيف قلنا لأنفسنا أن هذا الأمر يجب أن لا يحصل وعلينا أن نستأنف مبادرة تسمح للجميع بإعادة التموضع من أفكر بهم على نحو أساسي هم الناس والناخبون لا السياسيون أنا فوق هذه الطبقة ولست جزءا منها لذلك تبقى الطبقة السياسية حرة في استراتيجياتها مع دخول قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الذي يفرض قيودا على العالم الرقمي في أوروبا حيز التنفيذ تغيب المعايير الواضحة التي تستند إليها أوروبا في فرض القيود الجديدة قيود تتقاطع مع تعليمات وكالة الأمن القومي الأمريكي بأن الأهداف الأجنبية التي تجمع معلومات استخبارية عنها يجب أن تعامل باحترام محمد درويش والتفاصيل يسكن القلق تطبيقات العالم الرقمي التي تستعد لتطبيق سياسة شد الأحزمة الرقمية على الطريقة الأوروبية مع دخول قانون الخدمات الرقمية حيز التنفيذ وهو قانون أوروبي سيطبق حصاره على المنشورات التي تحتوي على معلومات مضللة وغير قانونية وخطابات تحض على الكراهية والعنف هذا القانون الذي يرغم شركات التكنولوجيا على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر سرامة لحماية المستخدمين الأوروبيين من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية تطال أحكامه 19 منصة رقمية بينها أمازون وفيسبوك وإنستجرام وسنابشات وتيك توك وإكس وويكيبيديا ويوتيوب إن دي أس آي هنا اليوم لحماية حرية التعبير ضد القرارات التعسفية وفي الوقت نفسه لحماية مواطنين وديمقراطيتنا من المحتوى غير القانوني سأكون أنا وخدماتي صارمين جدا للتحقق من امتثال المنصات لبنود القانون وإذا خالفوا فسنحقق معهم ونعاقبهم تقييد المنصات الرقمية أوروبيا يتقاطع على الضفة الأمريكية مع ما كشفته صحيفة The Intercept عن صدور تعليمات إلى موظفي وكالة الأمن القومي الأمريكي بأن تعامل الأهداف الأجنبية التي تقوم بجمع معلوماتها الاستخبارية بكرامة واحترام خطوة وضعها خبراء في خانة تهديئة الشركاء الأوروبيين والنقاد الأمريكيين ومن بوابة القيود الأوروبية على المنصات الرقمية تغيب المعايير المحددة لنوع الأخبار الكاذبة وشكل خطابات الكراهية تطور يسلط الضوء على موقع جريمة حرق نسخ من القرآن ضمن القيود الجديدة من دون الابتعاد عن الحالة الأمريكية الرائدة في عالم التجسس والتنصت ليس على الحلفاء الأوروبيين وحسب بل على العالم أجمع ودع لبنان اليوم ناشر جريدة السفير طلال سلمان بعد مسيرة طويلة من النضال الصحفي في الدفاع عن كرامة الإنسان حاملا قضية فلسطين ومدافعا عن مقاومتها للمرة الأخيرة يطل طلال سلمان على بلدته شمستار هنا ولد قبل 85 عام وهنا ورية في سراء مستقره الأخير طاحب كلمة والكلمة لا ترحب ودليل استمرار نهج طلال سلمان نهج طلال سلمان المقاوم بالكلمة لقد حاولوا إسكاة لإستلس طلال سلمان منذ عشرات سنين ولم يفلحوا ولا وأستطيع أن أقول أن الموت لن يقوى على طلال سلمان شوارع بلدات البقاع وأهلها ودعوا جثمان أحد أبرز وجوههم في الصحافة العربية فاتشحت الساحات بعبارات الرثاء وتزينت بعبارات العرفاني لسفير صحافة المقاومة كما سموه طلال سلمان كان يمثل القلم الملتزم كان يمثل مدرسة في الالتزام في العروب في الوطني طلال سلمان وداعا اليوم لأننا نؤمن أن كثر يشبهون طلال سلمان سيكونون المسيرة طلال سلمان حتى النفس الأخير وحتى الرمخ الأخير كان يحمل فلسطين في قلبه وعقيدته ونقول أن لله إليه رجال في صفحة رحيله جمع حضورا سياسيا ونضاليا وإعلاميا تنوع جسد مسيرة وتأثير الفقيد الكبير بمحبين اجتمعوا لوداع مناضل لم يعرف الهدوء حتى يومه الأخير فراغ كبير سيتركه رحيل ابن بعلبكة المتميز طلال سلمان بعد مسيرة نضالية من أجل الحرية والعدالة مسيرة مقاومة لم يسكتها إلا الموت تاركا إرثا لن يمحى أو ينسى حمد الساحلش مصطار في البقاء الميادين نذكر بالعناوين القسام تتبنى عملية حوارة واهتمام إسرائيلي بمقابلة العاروري مع الميادين وسط قلقا من تهديده بالحرب الشاملة للأسبوع الرابع والثلاثين واحد وتسعون ألف مستوطن يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو الرئيس البرازيلي يدعو إلى زيادة أعضاء مجلس الأمن ويصف ما حصل في قمة بريكس بالخطوة المهمة تظاهرات داعمة للمجلس العسكري في نيامي ورئيس أركان النيجر يضع قوات الجيش في حال تأهب قصوى رئيس حزب فرنسا غير الخاضعة يرحب بطرح الاشتراكية سيغولين رويال لترأس لائحة مشتركة لليسار في الانتخابات الأوروبية لبنان يودع ناشر جريدة السفير اللبنانية طلال سلمان الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية للمزيد دوما من الأخبار والتفاصيل شكرا جزيلا للمتابعة في أمان الله